ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أو التواء أو تسطح للحلمة وجود تنقر أو تحبب أو تقشر على منطقة الهالة المحيطة بالحلمة وجود أي إفرازات وخاصة إذا كانت هذه الإفرازات تلقائية دموية ومن جهة واحدة أحدث التوصيات الكشف المبكر عن سرطان الثدي من الجمعية الأمريكية لأمراض السرطان بالنسبة للسيدات والفئة العمرية من عمر 40 إلى 44 سنة فيمكنها إجراء الفحص مرة كل سنة الفئة العمرية من عمر 45 إلى 54 سنة فيجب عليها إجراء الفحص مرة كل سنة والفئة العمرية من 55 وأعلى فيجب عليها إجراء الفحص مرة كل سنتين بدل من مرة كل سنة ويجب الاستمرار بإجراء الفحص طالما أن السيدة تتمتع بصحة جيدة بإمكانك بمشيئة الله خفض نسبة إصابتك بسرطان الثدي باتباع بعض الإرشادات والنصائح أولاً النشاط والحركة ثانيا المحافظة على نمط غذائي صحي ثالثا علاج مرض السمنة إن وجد والمحافظة على وزن صحي ومثالي رابعا الابتعاد عن التدخين وشرب الكحول خامسا وأخيرا استشيري طبيبك أو طبيبتك عن الفحص المبكر من سرطان الثدي